اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلك بالجديد املاح احلم بلاعب كأس افراقيا والفوز بها ولملاء الحضور بنهائيات كأس العالم رفقة بلادي اعتبر سليم املاح لاعب المنتخب المغربي ان انتصار الكتيبة الوطنية على السينيغال يومه الجمعة بثلاث اهداف مقابل واحد في مباراة ويدية اهم لديه من الهدف الذي هز به شباك بنغورو حارس مرمى اسود التيرانغا وقال املاح في تصريحات للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من دواعي سروري ان اوقع على اول هدف لي مع بلادي واتمنى ان لا يكون الاخير لكن الانتصار على فريق قوي كالسينيغال يبقى اهم بكثير من ذلك وتابع هي تالت مباراة لرفقة الكتيبة الوطنية لهذا اعتبر نفسي منسجما ومنذ اللحظة الاولى نتوفر حاليا على نواة جديدة من لاعبين شباب يمنحوننا اجواء مريحة وهذا ما احبه في المغرب واختتم دائما ما اعطي قصار جهدي لبلدي هذا ما كنت اطمح به واحلم ان العب كأس افراقية وافوز بها ولما الحضور بنهائيات كأس العالم رفقة بلادي شاهد حصة تدريب المنتخب الوطني المغربي اجرى المنتخب المغربي يومه السبت حصة تدريبية صباحية انطلقت على الساعة العاشرة وخمسة واربعين دقيقة بمركز محمد السادس لكرة القدم في اطار الاستعداد لمباراة تانية التي يواجه من خلالها المنتخب المغربي نظيرا والكونغولي يوم تلتاء بمركب الامير مولاي عبدالله بيريباط ومن المنتظر ان تتدرب العناصر الوطنية يومه الاحد على الساعة الخامسة والنصف وفي نفس التوقيت تخوض تدريبها يوم الاثنين قبل مواجهة الكونغوليين ثم عودت المحترفين بعد ذلك لانديتهم لاستئناف التدريب في انتظار موعد التجمع المقبل شهر نومبر المقبل لمواجهة افراقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس امم افراقيا الفين واثنين وعشرون بعد خديجة الرزق بوشترا كربوب ثاني حكم تقود مباراة في البطولة المغربية قادت الحكمة الدولية بوشترا كربوب المنتمية الى عصبة مكناستا في لالت مباراة عن الجولة الثلاثين من الدور الاحترافية المغربية التي جمعت مساء يومه السبت بين فارقي المغرب تيطواني وضيفه لامبيك خريبغا بعد ان قادت قبل ايام مباراة عن بطولة القسم الثاني واتار تعيل حكم بوشترا كربوب لقيادة مباراة بطولة النخبة واحد للرجال اهتمام واسع وايشادة من طرف متتبعي كورا الوطنية خصوصا بعد المرضودة الجيدة التي ظهرت به خلال مجمل فترات النزال وتعامل هصار مع كل الحالات التحكيمية التي عرفتها المواجهة وتعد بوشترا كربوب الحكمة المغربية الثانية التي تقود مباراة في بطولة القسم الأول بعد أن سبقتها لذلك الحكم السابق خديجة رزاق المنتمية إلى عصبة الغرب اتقادت هذه الأخيرة في يونيو 2004 مباراة عن الجولة التاناتين بين فريقي المغرب الفاسي وضيفه مولودية أجدى وعملت مديرية التحكيم الوطنية على منح فرص عديدة للحكم بوشترا كربوب منذ أسابيع من خلال التعويل عليها في غرفة الظار خلال عدة مباريات وتعينها لقيادة مباراة عن بطولة القسم الثاني قبل تعينها مساء الأمس لمباراة في بطولة القسم الأول وذلك قصد تحذيرها للإستحقاقات دولية قادمة غازيتا ذيلو سبورت راتب حكيمي مع الأنتر يبلغ 5 ملايين يورو سنويا كشفت صحيفة لغازيتا ديلو سبورت عن الراتب السنوي الذي يتقاذها المغرب أشرف حكيمي ظاهر أنتر ميلان مع النادي الإيطالي الذي انضم إليه في الميركاتو والصيف الماضي قادما من ريال مادريد بموجب عقد يمتد إلى خمس مواسم وأشارت الجريدة الإيطالية إلى أن صاحب 21 سنة سيتلقى أجرا سنويا يبلغ 5 ملايين يورو مما يجعله خامس اللاعبين الأعلى أجرا داخل أنيرات زوري إلى جانب الجناح الكرواتية إيفان بيريسيتش ووقع حكيمي على بداية متالية رفقة كتيبة المدرب أنتونيو كونتي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في مبارايته الثلاث الأولى في مصابقة دور الدرجة الأولى الإيطالي وبلغت القيمة المالية لصفقة انتقال المغربي إلى الأنتر 40 مليون يورو حسب تقديرات وسائل الإعلام الإيطالية في الوقت الذي يصل فيه سعره ضمن بورصة اللاعبين إلى 54 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت يذكر أن حاكيمي يتواجد حاليا في معسكر المنتخب الوطني المغربي بالمعمورة وقد شارك أساسيا في ودية سينيغال يومه الجمعة وقدم تمرير حاسم لزميلي سليم أملح في المواجهة التي ألت لأسود الأطلس بثلاث أهداف لهدف النصر يوضح حقيقة أخبار رغبة حمد الله مغادرة الفرق حسم نادي النصر السعودي لكرة القدم الشائعات المتداولة حول رغبة الدول المغرب المهاجم عبد الرزاق حمد الله مغادرة العالمي بفسخ عقدي بسبب تأخر مستحقاته المادية ونفى مصدر مسؤول من الفريق السعودي في تصريحات إعلامية صحة التقارير التي ربطت حمد الله بمغادرة المجموعة احتجاجا منه على تأخر مستحقاته المالية العالقة بدمة وصيف بطل الدول السعودي عن الموسم المنصر وأوضح المصدر المذكور أن العديد من الأمور تكون طبيعية لكن يتم تدخيمه وإعلاميا كل ما تعلق الأمر بنادي النصر نافيا في الوقت ذاته توتر العلاقة بين حمد الله ومجلس الإدارة إذ يوجد احترام كبير بين الطرفين ولا نية لدى اللاعب لمغادرة الفريق وأقر المصدر دائما بصحة الأنباء التي أكدت توصل وكي الأعمال اللاعب مع الإدارة بغية نيل مستحقات موكلي مريدا أن هذه مهمته الموكولة له لكن غير صحيح ما أشيح حول رغبة اللاعب في فسخ عقده لسيما وأن الفريق لديه قوة مادية كبيرة ودعم من أعضاء الشرف لا حدود له وكانت العديد من التقارير السعودية قد أكدت أن وكيل أعمال المهاجم السابق لفريق أولمبيكاسفي بعد خطابا إلى إدارة النصر تحت رئاسة صفوان سويكت يبلغها بضرورة تزديد رواتب اللاعب المتأخر تفادية لفسخ عقده بعد غيابي عن قائمة الأسود بداعي عدم الجاهزية أمراب تيصل غدا للسعودية تأهبا للإنضمام لتداريب النصر أكدت تقارير إعلامية السعودية أن نوردين أمراب تلاعي بالمنتخب الوطني المغربي سيصل يومي الأحد للعاصمة الرياض من أجل الدخول في معسكر استعداد رفقة نادي النصر وأشارت صحيفة الميدان الرياضي السعودية إلى أن أمراب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الأحد مباشرة بعد وصوله للعاصمة الرياض تأهبا للدخول في تدريبات فريقه استعدادا للإستحقاقات المقبلة